صباح الخير او مساء الخير حسب الوقت اللي هتكون فيه يا برج التور. اه نطفل على طول على الكراءة العاطفية بتاعتنا وانشوف الطاقة بتاعتنا ايه. اه اعتقد يا برج التور انت اه ممكن يكون بدق حاجة جديدة او اه بدق حاجة جديدة ومشروع جديد او بدق علاقة جديدة بمعنى اضاق. وحاسس بفخر قوي. اه يعني بمعنى اضاق كده يعني شايف انها العلاقة المناسبة واللي انت ممكن تتخلى فيها عن السنجلة بتاعتك وتخشها. اه هي اللي هتحقق لك الحاجات او الاستقرار اللي انت عايزه ممكن. وان انت اتخصت قرار بشأنها وان انت بان انت تبدأ فيها او اه تكملها بمعنى اه تانية. فهدخلنا نشوف كده مشاعر الشريك ايه? اه. لدي علاقة جديدة على ما اظن. او علاقة التصالح ممكن برضو. خلينا نشوف الكروت هتقول لها ايه. طبعا مشاعر الشريك اه فخر واعتزاز وتقدير وحاسس انه يعني حاسس بانه هو انتصر. يعني بالمعنى الحرفي بقى هو انتصر. اه اه او فاز بحاجة حلوة اوي 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 اوي. ممكن يكون اه دي علاقة جديدة وانتو اعترفتو البعض. او هتعترفو البعض بس في تجازب بينكو شديد اوي. اه ممكن برضو يكون اه مشاعركو اه فيضة. يعني كل واحد بيبايل التاني المشاعر بس اللي لسه في الاول يعني. اه لان انت كمان شعر بالاستقرار. اه يعني ملك النقود اصلا. اه ملك الاستقرار بمعنى ادقى. اه هو حاسس بانه انتصر وانت كمان منتصر. يعني انتو الليتين بنفس الاساس. دي علاقة جديدة على ما اظن وانت بادئ فيها وداخل بكل قوتك. اه بعد ما اتكدت يعني ما هي دي العلاقة اللي هتحقق لك الاستقرار كله. فمش محتاجة تفسير تاني يعني. طب الشخص اللي دخل معنا العلاقة دي اه شايفنا ازاي? ايه يعني احنا ايه بالنسباله? هو شايفك ان انت. اه انت ملك السيوف. ملك السيوف ده شخص اه مندفع. اه شوية. اه مع ان برج الطور اه مش مندفع يعني ولا حاجة بس اه برضو. هو شايفك مندفع او شايفك ان انت برضو ممكن الكارت دي بقى زيق. برضو. اه ممكن تكون شايفك ان انت بتندفع في اتخاص قراراتك. ممكن. والله اعلم يعني. سواء انت اللي عارض العرض عليه. مسلا. اوكي? ممكن تكون انت يا برج الطور اللي عارض حبك على حد. او حد هو اللي عارض الحب عليك. بس هو شايفك ان انت شخص اه مندفع. بس شايفك في نفس الوقت انت شخص جميل. وآآ شخص واثق من نفسك جدا. وقراراتك كلها اه بتاخدها يعني صائب. يعني لما تكون هتبتدي في حاجة اه هبتدي فيه. وبتاخد قرارك اه بسرعة بس انت متأكد منه جدا. مش 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 تهور. تمام? اه وبتخش في الحاجة بقلبك مهمكش. من الاخر يقالي ان انت بص انت مستقر جدا. شخص واصف من من قراراته. وفي نفس الوقت برضو. اهو بص. الكارتين معنا واحد. انت قصد انت فعلا هو شايفك باللي انت فعلا انت فيه. انت ملك السيوف. انت الشخص الحكيم اللي بياخد قرار او يبتدي علاقة بيبتدي فيها صح. مش 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 اي كلام. مش اللي هو هنعدك اللي معك في علاقة نلعب. لا لا لا. داخل قصدي اه قصدي خير او بمعنى عدق انا مشاعري حيائي. هو شايف ان انت مشاعرك حيائي. وتستحق السقة. هي تقريبا علاقة جديدة. انت با كمان شايفه اه شايفه. انت شايفه عرض. انت كل تفكيرك في الوقت. على فكرة برج الضور برج بيفكر جدا بالمش بالماديات. بالمستوى العلاقة. يعني بمعنى داك العلاقة دي هتوح فين بعد كدا. انت كمان شايفه ان هو شخص حقاني جدا. هو شخص صادق. وعرضه صادق. لو هو اللي عرض عليك الحب فعرضه صادق. وشخص جميل جدا وهو اللي يحقق لي السعادة اللي انا عايزها. هو اللي يحقق لي السعادة اللي انا عايزها. طيب. هو ايه الخطوة اللي هياخدها? لو هو شخص ما لسه معبرش عن حبه او شخص عبر عن حبه ولكن مش عارفين هل ممكن عايز يوصل العلاقة دي لمستوى تاني مثلا. ولا لأ. فهو عايز يستقر. هو فعلا مكرر انه خلاص. هو هو فاس بيك. خلاص. هو دا ما شعره. هو حاسس بانه عارف لما لما تكون لقيت حاجة كنت بدور عليها بقلك فترة وقلت خلاص هي دي. مش هدور تاني. هو مش هدور تاني. هو لقاك مش هدور تاني. خلاص. ودلوقتي يقدر ان هو يتخل بانه لأحد زيك. انت انت. 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 ولو هو شخص كان بيروح ويجي يروح ويجي يروح ويجي يروح ويجي. فهو هيستقر عليه خلاص. وخد القرار والحكمة السليمة. ايه سؤالي هو الكرت دا ما كانش هينا اصلا. اهو. في حاجة غلط. اهو مكرر اه اه يستقر بقى. وياخد العلاقة دي لحاجة جديدة. ومكرر ان هو يبص لقدام بقى او يشوف هيعمل ايه في العلاقة دي. وهياخدها الفيلم بعد كده. لان انت كمان. يا برج التور انت كمان. مكرر تكمل السعادة دي. اه وفرحان جدا بالعلاقة دي. ان انت ساعد جدا بالعلاقة دي جدا. ومشاعرك مكتملة. انت حاسس بان انت انت انتو الانتنين حاسين بنفسي حسين. اه احساسك كلها متنسقة مع بعض. هو هو شايف ان هو استقر وانت شايف ان انت خلاص انا مش محتاجة حاجة تاني. انا 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 كملت اللي انا عايزه وقاعده. وبس خلاص. شكرا اقول لك قفلت. قفل يا ابن الكمين وتعلى الروحة. فانت يا برج التور. اه خلاص استقرت. ومبسوط من الاخر. مبسوط في العلاقة دي جدا. شايف ان هي دي العلاقة الكاملة اللي هتحقق لك السعادة اه طوال الحياة يعني. اه هو شايف العلاقة دي ازاي شايفها اه الاعلاقة الابدية. اه انتو مربوطين مع بعض. شايف ان انتو الاتنين قدر بعض. انتو العلاقة بدايلة بتعمل مع برج الجد او برج هوائي. اه او ممكن يكون برج ترابي زيك. وممكن يكون برج مائي. او ممكن يكون برج برضو الجوزاء. اوكي? وبرج هوائي برضو ظهر لنا هنا. وترابي تاني. ظهر لنا ترابيين كتير قبل. اه فشايفك ان انت ده مش الشيطان. ولكن اه في رابطة ما بينكم. في رابطة ما بينكم. عشان برضو ايه? انا هاخد دول بس احطهم على جنب كده. اخد ده معنا. ونشوف برج التور. اعتقد ان هو كارت مش وحش ولا حاجة. يعني مش اكيد مش قصو شرير. لان انت انت شايفو الصومي بتاعك. شايفو ان الحب كله. والعصافير حواليكم والحياة بزهزة خالص يا برج التور. ولو انت معجب بحد ودي علاقة اعجاب فهو كمان معجب بيك. اه مش بقولك. يا دي العلاقة المثالية. اه وشايفو بتعمل مع حد برج مائي برضو. اه ان هو ده الشخص اللي انا هقدم له العرض. لو هي اعجاب فشخص ده معجب بيك وهيجيلك. هيلك يقولك بقى ان انت اللي انا هرتبط به خلاص. وده مربوط بسلاسل. مش هنسيب بعد ابدا. يا عمري. هنبضل مربوطين في بعض كده وانا هقدم لك عرضي قرائب. لو هو شخص معجب بيك. انت كمان شايفو حاجة حلوة اول. انتو اللي في مشاعركوا واحدة على فكرة. يعني انت شايفو انه هو الصالونية بتاعك. والشخص الجميل بتاعك والشخص المثالي. واللي شبهك واللي بيديك نفس الحب المتوقف منك. واعتقد النازم والتوركو هي علاقة حب. هتمتقل بعد كده الحاجة تانية ومشاعركوا واحدة هو. هي علاقة في الاول خلاص. تب النصيحة ايه? النصيحة يا برج التور ان انت تساير العلاقة بقى. يعني ايه ساير العلاقة? يعني تمشي بقى مع الطيار. هقول لك ازاي دلوقت. انتفسرها برضو. هعتقد ان ممكن تكون انت قلقان شوية مسلا. ممكن تكون قلقان شوية منه. او قلقان قوي من مشاعره مسلا. خايف. شوية بتاخد احتياطاتك. او ممكن يكون في قلم من الماضي. اه. يا برج التور انت هتتجاوز. اه الكارت بيقول لك. اه امشي بقى بالعلاقة قدام عشان انت في الاخرى هيبقى فيه سعادة ما بينكم. ده شخص المقدر لك يا برج التور. اه ده السلمية بتاعك. انا بقول لك كلها. كلها زي بعض اهي. اه يعني النصيحة بتاعتك. اه يلا بقى شيل بقى الالام الماضي. لو هي علاقة. وانتو متخصمين. ورجعتوا مع بعض لان بصوا. اهي. فيه تواصل. يا اما فيه تواصل راجع تاني. لو علاقة قديمة وكنتو متخصمين. ورجعتوا تاني. دي مشاعر بتتجدد بقى. لهم احنا سايدين بعض بقى انه فترة. فلو انت خايف منه. ولسه شايل من من اللي حصل زمان في العلاقة في الاول فما تخافش. هو بيحبك قوي. قوي. وشايفك حاجة جبيرة قوي 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 قوي. بس سيبك بس بيقول لك شيل بقى الام الماضي دي الكنة على جنب. عشان دي العلاقة بتاعتك الحلوة. في حاجات حلوة جاية لك يا بركتورة. شيل بقى الام الماضي دي. رميها بقى. رميها وابدأ من جديد. ولو هي علاقة جديدة. شيل المخاوف. لو انت خايف منه او خايف من اندفاعه شوية. لو هو مندفعه او ما. بيجي لك بعرض كده وحاسس انه مندفع عليك شوية ما تخافش. هو بيحبك. ونيته سليمة يا بركتورة. كراءة جميلة قوي. اه كراءات الابراك الترابية جميلة. عجبيني ايه انا شخصية. تعب نشوف بقى اه نجمع دولة على بعد كده. ونشوف اه اه طبعا دي كراءة لذيذة لكن فيه اكيد الجانب الاخر من برج الطور وهو الجانب اش الاسوأ بقى. اللي هم الناس اللي متخصمين مع بعض. انا بحب اعمل الورق كده عشان ما اجا فرط. افاق لا ايه. الناس اللي متخصمة او بقى لهم سنة ما يعرفوش عن بعض حاجة اوه وبعيدنا عن بعض. اهدتواني متخصمين. نينا نشوف شعره ايه? ونيته اتجاهنا ايه. اه. ده تعبان قوي يعني. يحيطه مخاوث. يعني اه محبوس جوه الزكريات واللي حصل بينكو والفراء وطريقة الفراء وطريقة البعد. اه وممكن يكون اه تعبان وعايز يرجع ومش عارف. اه ممكن يكون خايف. يقدم رجل والاخر رجل. وعايز ايه? عايز يدي للقاء دي فرصتان. اه عايز يرجع يا برجو التورو ونفسه انه يقدم عرض تاني. وشايف كنتو شايف كنت الشخص المناسب او اكتشف بعض الفراء وبيلوم نفسه على طول بانه سبقا. ده شخص بيلوم نفسه. اه على طول يقول انا السبب انا العلاقة دي بضي بسببي. وا 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 والكلام ده كله. اه بس كيف. اه اه ورأة بيوضح بعضه. اه اه هو في مرحلة اللوم دلوقتي واللي هو شخص قاعد بيحاسب نفسه. و اه نيته او انا ما بكراش المستقبل بس يعني بقرأ النية لان هي ممكن تكون محققة وممكن يسح الصبح يقول لا مش هرجع. بس دي نيته. نيته تبقوا عارفين كده نيته سليمة يعني ان شاء الله. بس هو عايز ياخد قرار حازم وقرار ميفوهش رجع بانه يبدأ تاني. زي ما اقول لكم عايز يدي فرصة جديدة. وبيلوم نفسه اوه على حسن. وانتزاسته وضيعته من ايدي وشخص كان كويس. وكان توقع من لي. فانا هدفه للعلاقة دي فرصة تانية وهرجع. ان شاء الله يعني نيته انه يارجع. برضو الحمد لله الكراءة المرة دي حلوة. الابراج النارية ما كانش مرفقة اوي شوية. كده عشان النارية بقى وكده. والهوائية برضو شوية. طيب لو عزات بقى العزات بقى ممكن يبقوا سيمناريو ثالث خالص. وممكن يكون تكملة للقراءة الاولانية او القراءة التقنية. فمين الجاية تطرقكو يا برج العزات. اه سوري يا عزات يا برج التور. الله بقى الكلام خالص. احنا نفرط الورق كتير كده عشان نبقى ايه. نختار برضو من النص. اللي جاي في طريقك ومشاعره ايه. ونوين علي. ان شاء الله نيخيب بازن الله. شوت لكم ايه يا خير. اللي جاي في طريقك حد اه سنجل. وحد اه يعني اه سنجل ممكن يكون كان في علاقة قبل كده. لان مشاعره هو قلبه مكسور. اصلا. لانه ما جاي لك هو سنجل. يبقى معنا كده هو حد جديد. اه وخرج من علاقة ممكن لان قلبه مكسور. وموجوع جدا 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 وعايز يتجاوز بقى. ده شخص عايز يستقر. وعايز يخرج من الجنتلة دي. وعايز يستقر. ممكن يكون حد قديم برضو. نشوف. اه. اه برج التور. اه ممكن يكون حد قديم. وانتو ست بعض. وهو منتظر اللحزة اللي يرجع فيها تاني مرة تانية. اخد لك برج التور. هنا كده يوضع. اه ممكن يكون حد قديم فعلا. والعلاقة ما بينك انتهيت بطريقة مش لطيفة خالص. اه هو اللي خدعك او انت اللي خدعته حاجة من اللي تانية. الاخر كده يعني قطعته ببعض. وكان منتظر اه لما تهدى شوية والامور تهدى عشان يرجع تاني. ولما الامور هديت فعلا. وهو قدر يقف على رجله تاني. وايجي لك. او ممكن بقى سنهل وتاني قلص. ده شخص تاني ايه ده متعرفهوش اصلا. انت لو عايزك. وهيجي لك سينجل اهو. وهو خارج من علاقة وايش قوي 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 قوي. خارج منها مهزوم. العلاقة اللي هو خارج منها دي. وانتظر فترة طويلة جدا. في العلاقة اللي هو فاتت. العلاقة اللي هي سايفها دي انتظر فيها فترة طويلة جدا. وللأسف خسر منها كتير. خرج منها مهزوم. اه وقدم في العلاقة اللي فاتت دي حاجات كتير جدا. وما خدش منها غير حاجة واحدة بس. فكان سينجل استجمع بقى كل قوته عشان آآ قلبه مكسور جدا. شخص اللي جاي لك في الطريق ده قلبه مكسور جدا. ولكن هو عايز يدي لنفسه فرصة تانية. وعايز آآ يبدأ علاقة جديدة. وبالفعل اخترك انت بقى برج التور. الف مبروك. عشان يبدأ معك البداية الجديدة. الحلوة دي واتجيبه على صغير بإذن الله. قراءة حلوة جدا 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 لبرج التور. انا نحب برج التور وبصوا اهم. اه دي العرض. واستشفاء. اعتقد ان هو شخص فعلا انه كان ثعبان او حاجة وخافة من العلاقة اللي فاتت دي. برج التور مرسي جدا وشكرا لمتابعتك ويارب تكون القراءة عجبتك. شكرا لكم.